السلام عليكم و مرحبا بكم على قناتكم جودن باسيس ان كاسترونومي في فيديو جديد و مع وصفه جديده عواشركم بروكه وكنز من هاد رمضان ادخل السلام عليكم بصحة والسلامة الوصفة دي اليوم هدي تكون عبارة عن بريوش او الفاطيرة بالجبن وبالزعتر كتجي الديده بزاف خفيفة وارطبا هشة كتأجب الصغار والكبر تتابعوا معي الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقة بتحضير بالنسبة للمكونات اللي غادي نحساجه في هذه الوصفة هادي مكونات بسيطة ومتوفرة في كل البيت غادي نحساجه تسدي الكيسان ديال دقيق الابيض غادي نحساجه المعلقة صغيرة ديال الخاميرات الحلويات معلقة كبيرة ديال الخاميرات الخبز ومعلقة كبيرة من السكر وكاس ديال الحليب دافي ونصف كاس ديال زيت زيتون القليل من الملح وجوج معلقة كبار ديال ياغورس طبيعي اول مرحلة هدي ناخدو زلافة هدي نوضعو فيها الحليب دافي غادي نزيدوا عليها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ونزيد معها الخميرة دي الخبز ونجعلهم يتفاعلوا مع بعضياتهم نغطيه بسلوفان ونجعله جانبا حسي يتفاعل قد ناخد العجانة او لاقصها فين غادي نعجنه غادي نوضع دقيق غادي نضيف جميع المكونات غادي نزيد زيت الزيتون ممكن تعود زيت الزيتون بالزيت النباتية غير هو زيت الزيتون كي يجي موالم مع الزاتر غادي ننضيف الخميرة دي الحلويات جوج مع القكبار دي الياغورت غادي نضيف الخميرة والحليب مع الخميرة والسكر غادي نضيف الملح اللي كي بقى لحظة بالضوق ما ننسوش بالليرة غادي نتعنوه الفخوماج إذا قدرت العجين يتعجن كيفما تشوفوا العجينة تجي ارتباء بزاف وكتلصق في اليدين خصنا نحصو على هاد النسيجة هادي إلا كنتو غادي نتعجنو غير بيتيكم حاولوا تدلكوا العجينة مزيان باش تجيكم ارتباء وحشيشة كيفما تشوفوا قيبان العجين بحالي ما غاديش يتجمع ولكن عنده نو يدينا غب شوية ديالزيت وغادي نجمع كل ما كانت العجينة ارتباء وخفيفة كل ما تشوفوا العجينة ارتباء وشيشة كيفما تشوفوا العجينة تلصق سوف ندهنها بشوية ديالزيت ونحطها في هذا البول ونخليها تخمر سوف نغتاليها نخليها واحد تقريبا ساعد للمكانه سيتضعف الحجم كيفما تشوفوا كيفما تشوفوا نحاول نغزو نحطه في الصينية ديالزيت ديالزيت الى تلصقت لكم اللي اجينا في يديكم دهنوها غب شوية ديالزيت ديالزيت دهنتها بالزيت وحتيت عليها بابيه بابيه كويسون الورقة ديالفر ونحط العجين باش نطلقها وإلا ما عندكمش البابيه ديال بابيه كويسون تقدروا تستعملوا غير دهنو الصينية غير بالزيت وتحطو العجين نحاول نطلق العجين نطلق عجينة خفيفة ونطلق نطلق 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 نحاول نطلقوها نحاول نطلقى نحاول نطلق على الطريق اللي تشوفه معي في الفيديو من بعد ما شكلت العجين قد ناخد بيضا وغادي نزيد عليها جوش معلقات الززر يكونوا يكونوا مملوئين هاد الخالط هو اللي غادي ندهنو به الوجه ديال ديالفاطيره هادي نحاول ندهن الوجه ديال ديال بريوش كامل بريوش او لفاطيره بهاد الخالط ديال البيض والززر هاد الوصفة هادي مناسبة جدا الشهر رمضان الفاضيل اللي يدخلوا اللي نوعي لكم بصحة اه والعفية اه كتجيسة هلا في التحضير اه ما كتاخدش وقت اه بزاف الوقت اللي كتاخد هو ديال ديال تخمر اللول اللي خصصات بقى مودة باش اه تقريبا ساعد المدانة ولا بصيد ضعف الحجم ديال ها اه الرائحة ديال هاد الفاطيره من كتكون كالطيب مكتل قريحة ديال الزاثر يا سلام قد نسى مر على هاد الشكل هادا حتى نسالي هاد الخالط كامل يعني بيضة مع الجوش معلقة ديال الزاثر اه كافي لالدهن هاد الوجه هاد الفاطيره موسيقى 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 ايطاليه بالفرشت. اه دبعا خديس هنا اه تلسة الانواع دي الجوب. تقدروا تستعملوا النوع اللي بغيتو اه نوع تقدروا تكسافي وغيب نوع واحد جوب اللي عندكم توفر في البيت ولا اي فخوماج بغيتو تستعملوا. غادي نحاول نحطوه في ذوك الاماكين اللي شكلتون بالاصابيع ديالي. موسيقى 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 كامل على هاتشكل. اه اه قليل من اه سمسم او الجنجل من الفق. كي بقى يكون اختيار لما بواتوش تديروه ما تديروش. ولكم سيعطي منضر زوين من الفق. قد ندخلها للفرن على دارة حرارة مئة وثمانين درجة. نشعلها لها الفق والتحت. غير هو من تشمو الريحة دي ديال طياب ديالك تعترضو البل معاها باش ما تحرقش لكم. باش ما يتحرقش ديالك الفق اه فخوماج من الفق. اذا كانت هذه هي الوصفة دياليوم. كانتمنى انكم تجربوها. وكانتمنى نهاتنا الاعجاب تلقو. وخلتكم على خير. الى اللقاء.